تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طار إفة منهم يذبح أبناء أهم ويستحيي نساء إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمتا ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطهوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين وقالت امرات ثرعون قرة عيم لي ولك لا تقتلوه عسين أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوي آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسي فوقزه موسي فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فله أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خاء إفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسي إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسي قال يا موسي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجيء أرجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسي إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصقين فخرج منها خاء إفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقى أمدي أنا قال عسي ربي أن يهديني سوى السبيل ولما ورد ما أمديا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاة هو أبونا شيخ كبير فسقع لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيئ أته إحدهما تمشي على استحياه إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جئ أهو قص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت قالت إحدهما يا أبت استاجر إن خير من استأجرت القوي لمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شيء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أن يمل أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضي موسى أجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتيها نودي من شاطئ الواد أي من في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسي أي يا موسي إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب يا موسي أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا أمن غير سوء إن وضمم إليك جناحك من الرب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا فيه قال آباء وقال موسى ربي أعلم بمن جئ أب الهدي من عنده ومن يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال ثرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا غامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليام فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمتان يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون قول بصاء إر للناس وهدى ورحمة لعلهم يذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضيناه إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جئ أهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسي أولم يكفروا بما قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبعهويه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدي معك نتخطف من أرضنا أولن نمكن لهم حرما آمنا يجبه إليه ثمرات كل شيء إن رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكام أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه إمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شعج إن فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقي أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينابيهم فيقول أين شركاء إيا الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا ها أولئ الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك وما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاء أكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراه العذاب لا أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء ويومئذ فهم لا يتسالون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسي أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالي عما يشركون وربك يعلم ما تكن حدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولي والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنون فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء إيا الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسي فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنور أب العصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن ما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلطيها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه باليامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء أمن عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جيء أب الحسنة فله خير منها ومن جيء أب السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جيء أب الهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يفدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء إن هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر